اشتركوا في القناة والرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و اهلا بكم مع الدولة التي احلم بها هذه الدولة لها مجموعة كبيرة من المقومات مقومات فكرية روحية جمالية تحدثنا عن مجموعة من المقومات واليوم نبدأ بالحديث عن نوع جديد من المقومات وهو المقومات الاجتماعية هذا المجتمع نحن لم نتحدث عن المجتمع تحدثنا عن الدولة لكن الدولة ما هي الدولة هي ليست حكومة تعريف الدولة يشمل الحكومة والنظام والشعب والوطن فهذه هي الدولة وبالتالي الحديث هنا عن المجتمع وهذا الشعب و حلقتنا تدور حول التماسك الاسري فاليوم بدون تماسك الاسرة لان يكون هناك مجتمع الغرب اليوم تطور تطور كبير جدا و لا شك و لا شك ان الغرب اليوم هو الذي يقود الحضارة و يقود الثقافة و يقود البحث العلمي هذا صحيح لكن كلنا نعرف والمؤشرات كثيرة جدا ان الغرب منخور من الداخل اجتماعيا منخور من الداخل يعني امريكا مثلا فيها 28 مليون شخص يعيش وحده ليس معه اي انسان 28 مليون نسبة الطلاق في ساكرمنتو اللي هي مدينة رئيسية في كاليفورنيا وصلت الى 95% 95% نسبة الطلاق فتخيلوا هذا المجتمع كيف منخور من الداخل طبعا هذا النخر الداخلي سيؤدي الى انتشار مجموعة من الظواهر منها الجريمة و جلكم الله الدعارة والجريمة المنظمة و طبعا انتشار هائل للمخدرات اليوم 80% من المجتمع الامريكي يتعاطى المخدرات او ادمان الكحول او ادمان المهدئات 80% فنحن قاعد نتكلم عن مجتمع مفكك من الداخل الذي درس الحضارات يعرف ان الدول تأخذ وقت طويل حتى تصل الى القمة لكنها تأخذ وقت قصير حتى تنهار طيب هذا الانهيار ما هو سببه احفظوها جيدا ادرسوا التاريخ سببين بدونهم ما تنهار الامم سبب الاول هو النخر الداخلي فساد الاخلاقي وبالذات بالذات عدم وجود العدل والامر الثاني الذي يجب ان يكون موجودا حتى تسقط هو وجود قوة خارجية تسقطها فاليوم الغرب بعض الناس يقول الغرب جاهز للسقوط نعم جاهز للسقوط بسبب هذا النخر الداخلي لكنه غير جاهز للسقوط لان ما في قوة خارجية تسقطها لكن اذا وجدت هذه القوة الخارجية الصين ولا غيرها ولا كذا سيسقط نعم ما يستطيع ان يدوم بسبب هذا الخلل علاج هذا الخلل العلاج الاكبر العلاج الرئيسي يأتي بامرين يأتي بتماسك الاسرة عدم وجود طلاق عدم وجود شذوذ عدم وجود انحراف والامر الثاني هو التربية الراقية تربية الراقية تبدأ المسألة بدايتها بحرية اختيار الزوج او شريك الحياة ولذلك ما يجوز في دولة الاسلام لا الرأس سابقة ولا اللاحقة اجبار الفتاة على زوج ما يجوز وذلك جاء في الحديث ان جاءت فتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع به خسيسته يعني عندي ابن اخي ابن عمي هذا مكانته بين الناس قليلة فاراد عمي اللي مكانته عالية ان يرفع مكانة ابن اخي فزوجه مني فقال لنها النبي صلى الله عليه وسلم ردي زواج ابيك زواج ابوك ما يمشي ما يصير للفتاة التجبر فقالت قد اجزت زواج ابي لكني اردت ان اعلم الفتيات حقهن هذا حق قضية اختيار الزوج هذا حق التربية التربية هذه اليوم فيها مشكلة اكبر حقيقة من قضية اختيار الزوج لا الحمد لله اختيار الزوج صارت ظاهرة وصار يعني ثقافة انه تعطى الفتاة الحق في ذلك بفضل الله لكن ما زالت التربية عندنا مشكلة كبيرة جدا فيها ما زالت التربية اليوم بالتجربة والخطأ الوحي يجرب في عياله ما يسير لا بد ان نبدأ ان نعيد التفكير بما اننا نريد ان نبني حضاره ونبنيها بطريقة صحيحه خلونا نفكر صح فقضية الزواج هذا ايضا ليس بالتجربة والخطأ فلا بد ان نعلم الفتاة كيف والرجل كيف يختاروا وكيف يشكلوا اسره كيف يتعاملوا مع شريك جديد في الحياة كيف ينتقلوا من حياة العزوبية الى حياة الزواج ولا بد ان يكون هناك دورات الزامية اخرى تلزمهم بان يتعلموا كيفية تربية الاولاد فهذين امرين يجب ان يكونها الزاميين يتعلموا ادارة اسره ويتعلموا تربية الاولاد مزيد من المعاني بعد الفاصل ان شاء الله رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم ومرحبا مع حديثنا عن الدولة التي نحلم بها ونحن في الجزء الثاني من تماسك الاسرة وذكرت عن جزء من تماسك الاسرة هي ان تفهم الاسرة كيف تمارس التربية الراقية الفعالة التربية ما هي التربية التربية هي ليست الرعاية ليست متابعة الواجبات والنظافة والملابس لا 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 التربية بالاضافة لهذا هي تغيير القناعات تغيير الاهتمامات تنمية المهارات تعليمهم اصول وفنون بناء العلاقات وتغيير القدوات التي عند الشباب هذه هي التربية الاب والام الذين لا يمارسوا هذه الامور الخمسة القناعات الاهتمامات المهارات العلاقات والقدوات اقول الام ما قاعد يمارسوا تربية التربية وحتى النجاح في الزواج هذا ما هو بالتجربة والخطأ هذا ليس على فكرة بالوراثة اللي تعلمناه من اهلنا نقوم نسويه مع زوجاتنا مع اولادنا ينجح ليش اولا هو ليس تجربة وخطأ والشيء الثاني تغير الزمان لكل فترة ما يناسبها فما ناسب اهلي ونجح مع ابي و ابي و امي ما ينجح معي ومع اولادي فننتبه لهذا اذا نحن نحتاج ان نتعلم علم العلاقات الاسرية ونتعلم علم التربية هذه علوم عميقة وهناك ناس متخصصين فيها يعلمونا هذه العلوم اصول وقواعد ومنهجيات لهذه العلوم تعلمنا التواصل الاسري تعلمنا التربية الفعالة و اساليب علمية منهجية طيب و اذا فشلنا اذا فشلنا و الفشل وارد في هذه الحالة هناك ما يسمى العلاج فيه علاج اجتماعي فيه ارشاد نفسي فيه علاج اسري يعني فيه علاج فانا احلم بدوله الاسره فيها متعاونه صحيح هناك توازن بين الفرد و الاسره الفرد مستقل لكنه مستقل و عنده اسره و يدعمها و تدعمه مع وجود استقلاليته توازن بين الفردية و الجماعية اتاحلم بدوله ما في زواجه الا بالتدريب على الزواج و اي وحده تحمل هي و زوجها لازم يدربوا على الوالدية فتتوسع الدولة في مراكز تربوية و ما في طلاق يتم الا بارشاد ما في طلاق بس واحد قال كلمة طالق و خلاص لا 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 لازم الطلاق له ارشاد و الطلاق على فكرة لازم يكون طلاق شرعي و ليس طلاق بدعي الطلاق الشرعي له شروطه اقرؤوها في كتب الفقه اليوم معظم الطلاق طلاق بدعي و طلاقنا لازم يكون طلاق اذا حدث طلاق راقي شوفوا سورة سورة الطلاق فيها اربع مرات ذكر لقضية التقوى اربع مرات طلاق راقي ليش لانه يتقي الله سبحانه وتعالى هناك نظام لحل المشاكل الاسرية العنف الاسري الاذى تجاه النساء والرجال نادر هذا العنف الاسري والزواج الثاني يتم بالتراضي ما يصير واحد يروح يتزوج من وراء زوجته ممنوع زواج سري ممنوع زواج عرفي هذا كله ممنوع وتسهيل الخلع مثل ما الطلاق سهل يصبح ان المرأة تخلع زوجها والخلع نظام فقهي ايضا ممكن ترجعون له في كتب الفقه يقول لازم يسهل حتى تستطيع المرأة تنتهي من زواج ما تجبر عليه فتعيش تعيسه طول عمره الهدف من الزواج السعاده فيتحول الى تعاسه فهذه كلها هذه حقوق حقوق متساوية ما يصير من الظلم ان تُعطى للرجل ولا تُعطى للمرأة فايضا يصير في تفهيم شرعي ونشر للتفهيم الشرعي ما المقصود بالقوامه القوامه ليست تسلط هي مسؤولية هي مسؤولية مبنية على ماذا على قدره عقلية وقدره قيادية بما فضل الله بعضكم على بعض اقرأوا سورة ايه القوامه ستجد شروط لها بما فضل الله بعضكم على بعض هنا ما المقصود قدره عقلية وقدره قيادية وبما انفقوا من اموالهم فالزوج ده ما انفق ليس له قوامه فلازم يصير مفاهيم يعاد النظر فيها ولا بد يعاد النظر بناء عليها في القوانين حتى نستطيع ان نبني اسره متماسكه تعرف كيف تحل بشاكلها و كيف تدير امورها و كيف توازن حقوقها و كيف تربي اولادها و لديها كأسره خطه للأسره نادر جدا على فكرة ان هناك أسره لها خطه قد يكون هناك افراد لهم خطه خطه لتحسين وضعها و تحسين ميزانياتها هذا الاسره المتماسكه هذا نموذج للذي احلم به و غيره كثير نتحدث عنه في حلقة قادمة ان شاء الله سأبدعكم الله السلام عليكم و رحمة الله هو النخر الداخلي فساد الاخلاقي و بالذات بالذات عدم وجود العدل لابد ان نبدأ نعيد التفكير بما اننا نريد ان نبني حضارة و نبنيها بطريقة صحيحة خلونا نفكر صح اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة